تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030 التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الموقر تهدف إلى ضمان الإدارة الفاعلة والآمنة لقطاع المياه لدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين عبر تحقيق 32 مبادرة في إطار رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهدفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية في مملكة البحرين وبما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة جاءت بل ورات الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين وخطتها التنفيذية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء الموقرة بموافقته على مذكرة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية بهذا الشأن وتتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في ضمان الإدارة الفاعلة لقطاع المياه لدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين عبر تحقيق 32 مبادرة أما رؤيتها فتتمثل في أن يكون لمملكة البحرين بحلول العام 2030 نظام إدارة مائي فاعل وآمن يصب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية وحددت الاستراتيجية عشرات الأهداف والمبادرات القابلة للقياز من خلال مؤشرات الأداء ومن المؤمل أن تتمثل مخرجات هذه الاستراتيجية في خلق نظام شامل وفاعل ومتناسق ومتكامل لإدارة المياه على نحو يكفل استدامة توصيل وإمداد المياه بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة وأهداف التنمية المستدامة هذا وقد روعي عند تصميم هذه الاستراتيجية الاسترشاد بممادئ وأهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والالتزام بالتوجيهات الرئيسية التي حددها المرسوم بقانون بإنشاء مجلس الموارد المائية وتعديلاته إلى جانب مراعاتها لتكون متوافقة مع الأهداف الأممية الإنمائية ترجمة نانسي قنقر